بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي مع وزير العلوم والتكنولوجيا والبيئة إلباء بيمونتيا تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في قضايا البيئة والتنمية المستدامة والعمل المناخي وتدارس اللقاء وجهة النظر حول جدول أعمال وأولويات البلدين الصديقين في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون لتغير المناخ والذي سيعقد خلال الفترة من 30 من نوفمبر وحتى الثاني عشر من ديسمبر 2023 في دبي وأكد الوزير الشرجبي أهمية تعزيز الشراكة بين قطاعي البيئة في البلدين الصديقين وتبادل الاستشارات الفنية وبناء القدرات وتوليد معارفة جديدة بشأن قضايا تغير المناخ مشيرا إلى الإمكانيات والخبرة الكبيرة التي تمتلكها كوبا في مجال العلوم وحماية البيئة والبحوث العلمية التي تقوم بها من أجل مكافحة الظواهر الطبيعية المختلفة مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وصولا إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والحد من الاحتباس الحراري من جانبها أثنت الوزيرة الكوبية عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اليمن للحد من آثار التغيرات المناخية المتصاعدة رغم الوضع الراهن مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكوبية في العلوم وحماية البيئة